متابعيني جميعاً على قناة InfoTek4You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وإن شاء الله هنتكلم عن تحديث جديد على كلاد من شركة Amphrobic هذا التحديث هو خاص بالStyles دلوقتي تقدر ان انت تختار الStyle اللي انت عايز كلاد يتواصل معاك بيه أو ان هو يرد عليك بيه بعد ما تخش على حسابك على كلاد هنا هتلاقي في Choose Style وهي حاجة جديدة بقيت موجودة حالياً في كلاد هتلاقي كلاد هايكو بدأ يظهر عند البعض فإذا هو ده الموضل اللي حالياً شغال معايا على الFree Plan بالنسبة للي Choose Style هتكون موجودة في الFree Plan والBate Plan يعني سواء كنت Free User بيستخدمه بشكل مجاني أو مدفوع هتلاقي الStyle موجود في الحالتين ايه أنواع الStyles اللي انت عايز كلاد دايماً يرد عليك بيها هل Normal Style والNormal Style ده Normal Style العادي اللي هو بيرد علينا بيه فيه الConcise والConcise بيكون Shorter Response and More Messages يعني الإجابة بتكون مختصرة وMessages أكتر بتقدر أن أنت تسأله وفيه الجزء الثالث الخاص بالEducation اللي هو الExplanatory جاي من الExplanation أو إنه هو بيشرح لك أكتر فهنا ده Educational Response مناسب أكتر للLearning هنا بيقولك جنب كل حاجة كل حاجة مناسبة لإيه عندك كمان الFormal والFormal بيكون Clear and Will Structured Responses بيكون واضح أكتر وWill Structured Responses بيبقى للرد على إيميل أو للرد على عميل فيه عندك Take Body Breakdown وهو خاص لي Story Telling والComplex Concepts اللي هي الحاجات المعقدة الشوية فأنت هنا بتقدر تختار ما بين الStyle اللي أنت عايز تستخدمه نفترض أن أنت مش عايز ولا Style من دول أنت عايز تضيف الStyle الخاص بيك في الحالة دي أنت بتروح تقوله Create and Edit Styles علشان نشوف إيه الحاجة اللي إحنا ممكن نضفها فيه عندك هنا Customize Your Styles بتبتدي أن أنت Create Custom Style وفي كريات Custom Style لإما أنت بتAdd Writing Examples Examples على نوع الStyle اللي بتدي أنت ترفع أو تعمل Paste Text Content تحط له الحاجة اللي أنت عايزها إيه وهنا أنت ممكن تستعين بCloud أو تستعين بShad GPT عشان تشوف تسكرايب أو توصف الStyle اللي أنت عايزه هنا بيقول لك At least few paragraphs بتبتدي تكتب few paragraphs علشان توصف الStyle بتاعك اللي أنت تحب Cloud يرد عليك بيه وبعد كده بتدوس على Create Style فيه بقى حاجة تانية وهي Describe Style in State هنا بيقول لك إزاي تدسكرايب الStyle بتاعك هنا في الحالة دي هو بيساعدك بيبتدي كده خطوة بخطوة يقول لك أول حاجة Define الStyle Objective إيه بيقول لك Describe المين بربس الغارة منه إيه أو الجول بتاع الStyle بتاعك اللي أنت عايز تكتب بيه الStyle ده إيه هنا أعطيك مثال تراي learn something like عايز تتشك complex topics step by step we focus on building understanding ممكن هنا تقول نفس الكريم ممكن تقول try to teach complex مثلا topic as about AI مثلا explain step by step in easy way to هنا ممكن الaudience to my audience تاني حاجة تيلور to audience هنا تاني حاجة to my audience هنا بديك فوق describe detail of the target audience اكتب الaudience يتارجت الaudience بتوعك منهما to my audience interested in AI apps and technology هنا use specific voice and tone هنا think about characteristics like formal هنا حقول مثلا نقول له use friendly tone استخدم friendly tone مش عايز حاجة فورمل مسلا describe generally describe in detail how you would like Claude to write 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 in an easy way مثلا اي حاجة بقى هنا use custom instructions لو انت عايز تستخدم custom instructions ممكن انت تقضيفها في الاخر خالص هقول create style هيبتدي يعملي الستايل الجديد بتاعي هنا لو رجعت هو مسمي اي learning body ده نوع الستايل الجديد اللي انا ضفته لي الستايل الجديد اللي اريدي موجودة زي الconcise وزي الexplanatory وزي الformal وزي take body breakdown وبقى موجود عندي استخدمه في اي وقت وبروح من هنا اختار ادي الستايل الجديد الAI learning body اقدرن انا اختاره في اي وقت ك custom style اقدرن انا استخدمه ده بالنسبة لي التحديث الجديد الموجود في cloud واللي ممكن يفيد الناس كتير جدا من اللي بتستخدم cloud حتى لو كنت في ال free plan اتمنى تكون استفادتم في فيديو النهاردة على قناة info take for you ده كان تحديث سريع كنت حب اكلمكم عنه وياريت الناس تقولي في التعليقات هل ظهر عندك cloud haiku ولا لسه اجبكم فيديو قادم بازل الله تعالى وزي ما قالك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء تنساش لايك وشيرو كومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة